بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر صدق الله العلي العظيم لكي يتحقق فعل من أفعال الإنسان لابد أن تتوفر أربعة أمور والتي يعبر عنها بالعلل الأربع وهي وهي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية مثلاً أنت تبني داراً لأجل أن تبني هذه الدار يجب أن تتوفر مواد البناء من التراب والإسمنت والماء وما إلى ذلك من المواد هذه العلة المادية ويلزم أن تكون هناك خريطة هندسية مثلاً ولو هي خريطة بدائية هذه يعبر عنها بالعلة الصورية وأن يكون هناك بناء أو عامل فلا يكفي مجرد وجود المواد ولا الخرائط وإنما بحاجة إلى من يبني هذا هو العلة الفاعلية وأن يكون هناك غرض أنت تفعل الفعل لغرض لماذا تبني الدار لتسكنها لتقيك الحرة والبرد مثلاً هذا الغرض يسمى بالعلة الغائية يعني الغاية والهدف من هذا الفعل لا يخلو أي فعل يصدر من الإنسان من هذه العلل الأربع العلل الغائية آخر ما يتحقق يعني سكن الدار آخر ما يتحقق بعد أن تكون هناك المواد وأن تكون هناك خريطة وأن يأتي البناء ويبني بعد أن يكتمل البناء يتحقق الغرض وهو سكن الدار فالعلة الغائية آخر ما يتحقق خارجاً لكنها أول الأمور في ذهن الإنسان يعني أنت تفكر بأنك بحاجة إلى مسكن ليقيك الحر والبرد والأعداء تفكر في ذلك بعد أن تفكر تروح تهيئ المواد وتهيئ الخريطة وتتفق مع شركة بناء مثلاً ومع عمال فالعلة الغائية صحيح هي آخر ما يتحقق في الخارج لكنها أول ما ينقدح في الذهن الإنسان يفكر في حاجته إلى شيء بعد ذلك يذهب ليوفر أسباب الوصول إلى ما يحتاج إليه والعلة الغائية والحديث الذي ينقدح في ذهن الإنسان هو الذي يسير العلل الأخرى أنت تفكر بحاجة إلى دار وسيعة تهيئ مواد بناء كثيرة تفكر أنك بحاجة إلى دار صغيرة تهيئ مواد بناء قليلة تفكر في بناء بدائي ما تستشير مهندس تفكر في بناء متطور تستشير مهندس فما يدور في ذهن الإنسان من غايات هو الذي يسير أعمال الإنسان ولذلك الهداية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وعلى أوصيائهم لكي يبلغوها للناس أهم شيء في هذه الهداية هو تغيير طريقة فكر الإنسان أنت شنو هدفك هذا الهدف يسير حياتك فلذا الأنبياء جاءوا لتغيير طريقة تفكيرك حتى حياتك تكون بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ولذلك جانب العقيدة هي الجانب الأساس الأنبياء جاءوا لكلمة التوحيد مثلا هذا حجر الأساس البعض يقول لماذا هكذا اهتمام بالعقيدة في الإسلام وفي الأديان هسه المهم أن عملك يكون عمل صحيح المهم قلبك يكون نظيف هسه تعتقد بإله واحد أو إلهين اثنين شنو الفرق تعتقد بهذا النبي أو متعتقد بشنو الفرق تعتقد بهذا الإمام أو متعتقد بشنو الفرق تعتقد بالمعاد أو لا تعتقد شنو الفرق الجواب الفرق بين السماء والأرض لأن طريقة تفكيرك طريقة عقيدتك هي التي تسير كل حياتك العرب الجاهليون قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام العرب قبل الإسلام كانوا أمة ذليلة يخشون أن يتخطفهم الناس همهم الغارات في خوف مستمر في الحديث الشريف شعارهم السيف وادثارهم الخوف دائماً سيف يكون عندها لا يكون أن قبيلة غير علية فتقتلها وتسبي نساء وتصادر أموالها تغتنمها لكن بعد الإسلام تحولوا إلى حملة العلم حملة الثقافة حملة إنقاذ الأمم بنوا أهم حضارة في تاريخ الإنسانية شنو السبب هم نفسهم بس طريقة التفكير اختلفت هذا اللي طريقة التفكير أن هذا الصنم الحجري هو إله فمستوى عمل يهبط إلى هذا المستوى مستوى حجر يكون إله أما إذا مستوى تفكير صار أن الله هو الذي ليس كمثله شيء لا شريك له هذا الإنسان يرقو ويرقى مستواه الفكري طريقة تفكير تتغير فيتحول إلى حامل للعلم والثقافة ولإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور أنتم الآن ترون هذه الحركات السلفية الإرهابية الوحشية ذول كبارهم الناس يفكرون في الدنيا يفكر في سلطة وفي مال وفي دنيا وفي كرسية لا يتزعزع ذول كبارهم لكن الشباب الذي ينظون إلى هذه الحركات ويرتكبون الجرائم ويقتل نفسه لكي ينال رضا الله سبحانه وتعالى هذا خد يقتل نفسه خد ما يقتل نفسه للدنيا لأن الإنسان يريد الدنيا ليتمتع بها خد ما أحد يقتل نفسه حتى ينال الدنيا هذا اللي يقتل نفسه يريد ينال الآخرة لماذا يفعل هكذا لأن طريقة التفكير طريقة خاطئة هذه الطريقة الخاطئة المنهج الأموي الخوارجي ازدواج وتزاوج بين هذين المنهجين المنهج الخوارجي والمنهج الأموي بهذه الطريقة هذه العقيدة تسبب أنه يفعل هذه الأفعال والجرائم التي قل نظيرها في التاريخ يقتل الكبير والصغير والرجل والمرأة وهو يزعم أن بهذا العمل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يفجر نفسه يزعم بأنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى بذلك هذه طريقة الخوارج هم نفس الطريقة كانت الخوارج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعبر عنهم بأنهم يطلبوا الحق في نهج البلاقة يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه معاوية وجماعة طلبوا الباطل فأصابوا الباطل الذي أرادوه كانوا يريدون سلطة مال رئاسة إزالة الإسلام تحريف الإسلام وصلوا إلى ما يريدون من رئاسة ومال وسلطة وما إلى ذلك ولم يتمكنوا من تحريف الدين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الدين لكن الخوارج كانوا يطلبون الحق لكن أخطأ الحق لماذا أخطأ الحق لأن طريق تفكيره كانت طريقة خاطئة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لم يسمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله بالواسطة وما كانوا في زمان الرسول فيما قاله حول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم عاقل يتعقلون به فلذلك كفروا ولذلك خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين واحد يصل إلى الدنيا ويخسر الآخرة هذا خسران كبير واحد يخسر الدنيا والآخرة البعض يسأل أنه لماذا ابن ملجم أشقى الآخرين مع أن هناك ناس فعلوا جرائم أكبر من جرائم من جريمة ابن ملجم لماذا هو أشقى الآخرين الذين مهدوا لابن ملجم هم أسوأ منه أسس أساس الظلم والجوري عليكم أهل البيت المؤسس أسوأ من الذي ينفذ لماذا هذا أشقى من أولئك مع أن أولئك أسوأ منه لأن أولئك خسروا الآخرة لكن ربحه دنيا ولو مختصرة يحكم كم سنة يتمتع بالمال وبالسلطة وبالرئاسة بما إلى ذلك خسر الآخرة لكن تمتع قليلا في الدنيا هذا الشقي خسر الدنيا والآخرة لأنه بقتله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بقتله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني هم قتل لأن أمير المؤمنين استشهد في ليلة الواحدة والعشرين من شهر رمضان وابن ملجم قتله الإمام الحسن قصاصا في صبيحة يوم الواحد والعشرين يعني عندما رجعوا من دفن أمير المؤمنين في صباح يوم واحد والعشرين اقتصوا من ابن ملجم خسر الدنيا والآخرة فهذا هو الشقي المبين فالخوارج كانوا يطلبون الحق لكن أخطأوا الطريق ليش أخطأ الطريق لأن طريقة التفكيرة طريق خاطئة لم يسمع كلام الرسول ولم يحكم عقله نعم كبار الخوارج ناس كانوا طلاب سلطة كانوا يريدون الاستيلاء على السلطة لكن جمهورهم جمهور مثل ذول الآن ذول الشباب الانتحاريين مغسول دماغة يتصور أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يفعله إذن الاهتمام بتعديل طريقة التفكير هي التي تسبب الصلاح في عمل الإنسان يعني أنتم لماذا جئتم إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ليش وتفكر في أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم حق كبير علينا والمعصومون أمروا بزيارة الإمام عليهم الصلاة والسلام تجي أنت بهذه الزيارة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى زيان واحد آخر يذهب إلى أماكن القمار والفساد وأمثال هذه الأمور ليش ذاك يروح هناك قد تجد أخوين أحدهما يسلك طريق والآخر يسلك طريق آخر والأب واحد والأم واحدة طريقة التفكير تختلف ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين مثلا في غزوة أحد الأيام هم تصادف هذه المناسبة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وآله على الثغر لكي يحموا ظهر المسلمين خمسين واحد كانوا والرسول أمرهم بأن لا يغادروا موقعهم قال لهم خزمنا أو انتصرنا أنتوا ابقوا مكانكم لكن في الجولة الأولى حينما انتصر المسلمون ثمانية وثلاثين واحد من هؤلاء تركوا الثغر عصوا الرسول صلى الله عليه وآله من بعد ما عصيتم نص الآية الشريفة عصوا أمر الرسول ليش لأجل المغانم ومن يرد ثواب الدنيا يعني هاي الغنائن نؤته منها مو كلها نؤته منها بالنتيجة إذا واحد عمل للدنيا يحصل من الدنيا شيء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائي ربك وما كان عطاء ربك محظورة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الفرق أنه نؤته منها يعني هو يريد الثواب احنا نعطيه هذا الثواب وزيادة وسنجزي الشاكرين لأن الإنسان كلما عنده تصور من الآخرة مهما ذهب ذهنه عندما يذهب إلى الجنة يرى أن الجنة فوق ما كان يتصوره فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا مو مخصوص بالآخرة حتى بالدنيا أكو أمور الإنسان لا تخطر على باله عندما يشوف هذه الاختراعات الجديدة ولكذا نشوفها الآن قبل عشر سنوات كانت تخطر في بالنا لا بعض الأحيان عنده تصور خاطئ يتصور شيء بعدين يشوف ما يراه أعظم مما كان يتصوره لأن طبيعة الإنسان يألف المحسوسات إذا فتشي حسه يلمسه بالحواس الخمسة بعدين يشبه شيء بشيء آخر لكن إذا شيء ما لمسه ما حسه بحواسه الخمسة ما يقدر يتصوره بحقيقته تصور ضباب يتصور عنه وعندما يراه أو يلمسه بحواسه يشوف هذا أعلى وأسمى وأكبر مما كان يتصوره مثلا الأعمى الأكمى يعني الذي ولد أعمى بالولادة كان أعمى هذا مو معقول أن يدرك معنى اللون شما تقول اللون ما يدري شنو معنى اللون لأن هذه من الأشياء التي تدرك ولا توصف نعم إذا كان بصير ثم صار أعمى ذاك الوقت لأنه سابقا قد أدركه يدركه عندنا واحد من الإخوة هذا فاقد لحاسة الشم بعض الناس أعمى واحد أطرش واحد أخرس كذا واحدا فاقد لحاسة الشم هو فادي مرة ذكر لي قال أنا ما أدري أنت تقولون ريحة ريحة يعني شنو ما يقدر يتصور ريحة العطر مثلا أو ريحة مثلا سيئة جيفة يقول ما أدري شنو أقرأ الرواية أن الجنة ريح تشم من خمس مسيرة خمسمائة عام فتشي يعني الشكل هاي رواية قال بس شنو معناها لا أدركه بالفعل لأن هذه من الأمور التي تدرك ولا توصف طريقة التفكير ساقتكم إلى هذه الأماكن المقدسة وذلك طريقة التفكير ساقته إلى مكان آخر فلذلك الاهتمام الكبير على طريقة التفكير من ظل سبب ظلالة خلل في عقيد ومن اهتدى سبب اهتداء سلامة في طريقة التفكير فإذن على الإنسان أن طريقة التفكير يصلحها لأن هذه بداية وتستمر مئات وألوف وملايين من الأعمال تبنى على طريقة التفكير واحد واحد عمره سبعين سنة تشوفه ستين سنة ده يصلي كل يوم يصلي سبوط عشر رقعة كل سنة كم ألف ولحد الآن عشرات الألوف من الركعات صلاها لله سبحانه وتعالى ستين سنة ده يصلي ليش ستين سنة ده يصلي لأن من اليوم الأول يعتقد بأن الله موجود وأن الله أمر بهذه الصلاة وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب من لم يصلي ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة تسعين سنة يصلي لأن تفكيره من الأساس صحيح واحد تشوفه ما يصلي لأن من اليوم الأول تفكيره خاطئ إما ما يعتقد بالله أو عقيد تخاطئ يقول الله كريم زين أنا صليت لو ما صليت الله سبحانه وتعالى كريم الشفاعة تشمل المغفرة تشمل صحيح شفاعة موجودة مغفرة موجودة لكن لازم يكون محل قابل هذا الإنسان ليس محل قابل لها طريقة التفكير خاطئ بخطأ طريقة التفكير تشوف أنه طويلة في طريق أعواج ولذلك في الحديث الشريف يقول تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة ليش لأنه واحد يمكن يعبد سبعين سنة عبادة خاطئة إذا ساعة تفكر في تفكر ساعة أنه زين هذه العبادة أنزلها الله على رسوله والرسول والأيم عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله بيّنوها للناس زين الفقهاء جاءوا هذه الأحاديث استنبطوا منها الأحكام الشرعية وبينوها زين اسأل الفقيح راجع رسالة عملية تشوف أنه عملك كان خاطئ هذا تفكير ساعة راح يصلح لك عمل سبعين سنة أنا شايف بعض الناس يجون يسألون مسألة شرعية ثلاثين سنة يتوضى وضوء باطل خمسين سنة يغتسل غسلة باطل صلاة باطلة هو يصلي ليس أنه ما يصلي ليس أنه ليس أنه ليس أنه ليس أنه ليس أنه ليس أنه لكن باطلة وتعال الآن لازم تقضي وتعيد وكذا وهذا جدا عملية صعبة لماذا لأنه من اليوم الأول يجب أن راجع المسألة الشرعية اسأل فقيه اسأل العالم من اليوم الأول ما جاي في بال أنه يراجع الرسالة العملية يتأكد من صحة عمله وصلى وصام وكذا سنوات طويلة وكلها باطلة ويتوقع الأجر من الله سبحانه وتعالى ولا أجر له عادة ليش لأنه بالسوء عمله بطل عمله وكان موجود هل لا تعلمت ليش ما تعلمت ليش تتوقع من الله سبحانه وتعالى أجرا والله سبحانه وتعالى بيّن لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكان متوفر بيدك مو أنت عايش في مجاهيل إفريقية ما تقدر توصل إلى المسائل الشرعية وخاصة في هذا الزمان اللي وسائل الاتصالات والمواصلات جدا سهلة من أسهل ما يكون في أي مكان من العالم الإمام المهدي وقتل قبل سنوات واحد يدعي أنه ابن الإمام المهدي واحد يجي يدعي أنه الوكيل الخاص للإمام المهدي ورابع يجي يدعي أنه مرتبط بالواحي وخامس يجي يدعي كذا الدعاء وسادس يجي يدعي كذا وذولا يدعون يدعون الناس حتى يحصل لهم غانم دنيوية أو أي شي آخر أول طريقة لخداع الناس تغيير المسير من الأساس أول تغيير للمسير من الأساس هو فاصل هؤلاء عن العلماء الربانيين لأن الله سبحانه وتعالى عين الرسول صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى عين الأئمة الأئمة مو الرسول عينهم خائموا من صلاحيات الرسول أن يعين الأئمة هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى الرسول فقط بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تعين الإمام خاص بالله سبحانه وتعالى زين الإمام عليه الصلاة والسلام هو موجود الناس يراجعون في عهد الغيبة الإمام عين نواب وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام من أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء شيعتنا لا كلهم هذه بقية الحديث عين لك طريق العالم الرباني الشرطان معا فقيه عادل هذا الطريق وفي هذا الحديث أو في حديث آخر يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأيضا في هذا الحديث أو في حديث آخر يقول الراد عليهم كالراد علينا وهو في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه واحد يرد على الإمام هذا رد على الله والرد على الله هو الشرك هذا هو الطريق ليش؟ لأن العالم الرباني يأخذ القرآن يأخذ الروايات هو أهل خبرة وهذا أمر طبيعي مسألة التقليد والرجوع إلى العلماء هذا قطع النظر عن الأدلة الشرعية هو أمر عقلي أنت تتمرض تتراجع طبيب تريد تبني بي تتراجع مهندس في أي اختصاص تراجع إلى ذوي الاختصاص من هو ذوي الاختصاص في الأحكام الشرعية؟ الفقهاء الربانيون هذا صرف عمره في القرآن في الأحاديث في الأدلة الشرعية استنبط الأحكام الشرعية وهو متقي ما يبين خلاف الواقع لازم تحرز عدالته بل درجة راقية من العدالة كلاهما معا عالم رباني هذا ماذا يبين لك؟ يبين لك الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى زين أصحاب الأهواء لا يصرف لبيان الأحكام الشرعية يريد يصرف الناس عن الحق كيف يصرف الناس عن الحق؟ أول طريق بالأساس صرفهم عن العلماء الربانيين أنت ابتعد عن العلماء الربانيين لماذا؟ لأنه إذا ابتعدت عنهم هو الشيء الذي يريد يبين لك كأنه وحي من السماء نزلت إذا الإنسان من الأول يختار العالم الرباني هذا ليس تقليد أعمى هذا رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع غير الخبير إلى الخبير هذا أمر عقلي قبل أن يكون أمرا شرعيا أيضا الأساس إذا تعدل تروح عنده تسأله العقائد طبعا في العقائد ما عندنا تقليد لكن يبين لك الطريقة الصحيحة والاستدلال الصحيح في الأحكام في الأمور الأخرى في مسائل الدين هذا ما يصرف له لازم يصرفك فإذا من الأول الإنسان إن صرف عن العلماء الربانيين فهؤلاء الحركات الضالة المضلة تلعب به كما تشاء مثل ذلك اللي صرفوا الناس عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفعلوا بهم ما فعلوا وضعوا الأحاديث والاستنباطات الخاطئة والأهواء الباطلة وحولوهم إلى ما نشوف ما نراه من وحوش بشرية كذلك هذه الحركات الأحرافية في داخل الجسم الشيعي ذول قسم منهم أصحاب مصالح ما قدر عن الطريق العادي يوصل إلى مصالحه اختخذ هذه الطرق وقسم منهم هم مرتبطين بالاستعمار لأن الاستعمار يريد صرف الإنسان والناس المؤمنين عن إيمانهم هذه من الطرق ويطهم الأموال والبرامج المختلفة وكذا وما إلى ذلك فإذن على الإنسان أن يهتم بطريقة تفكير بالأساس يحاول يقوم تفكر ساعة خير من عبادة السنة فكر أسأل الارتكازي أراد الله الله يهدي والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم إذا واحد حقيقة يريد الهداية الله يهدي لكن إذا واحد ما يريد الهداية اللهم يضل ما يهدي إذا الإنسان وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر